سلطة الكيل والكنوة الصحية واللذيذة عندي هنا بيكان أحط عليه ملعقة عسل وأقلبه ودخل الفرن أو القلايا الهوائية بحيث أنه ما يطول تقريبا من دقيقتين لأربع دقائي قيد كارمل بعدين نتركه يبرد بيصير مقرمش بهذا الشكل وأبدأ أفرمه بالسكين استخدمه بالسلطات بالحلويات مع السينمون مرة لذيذ عندي هنا الكيل طبعا هنا نوع من نوع الورقيات تلقونه بسبب الماركت تشيلون العرق القاسي وتفرمونه بهذا الشكل وتحطونه بالطاسة تحطون عليه شوية عصير ليمون شوية زيت زيتون ورشة ملح ونبدأ نفركه بهذا الشكل نضيف الكنوة المسلوقة ونخلطه ونحطه بصحنة تقديم ونحط عليه طماطم كرازي البيكان المكرمل ومجروش وجبن فيتا ونضيفون شرائح تفاح أخضر أو شرائح برتقال أو يوسفندي الصوص نحتاج لزيت زيتون خلبل سمك خردل عسل ملح وبدرة الثوم وخلطه فاح وأخلط الصوص وبكتب لكم تفاصيل الوصفة أسفل الفيديو بعد كده قدموها حطوا عليها الصوص تمتع فيها جدا لذيذة وصحية وقروا عن فوايد الكيل وبألف صحة وهنا علينا وعليكم